أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع فليب لازاريني المفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لأغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الوزير شكري أكد خلال الاتصال على الدور المحوري الذي تطلع به وكالة أونروا في غزة وذلك في ظل تأزم الوضع الإنساني في القطاع منوها إلى أنه من غير المقبول اتخذ بعض الدول لقرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت بالغ الحساسية فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة من جانبه أعرب المفاوض العام لوكالة أونروا عن تقديره البالغ للدور الحيوية الذي تطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولدعم مصر وتضامنها مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات